نعم أحمد بداية فلنشر إلى هذا الخبر العاجل مدينة غنجة تتعرض لليوم الثاني على التوالي إلى قصف بالصواريخ مصدره القوات الأرمينية في تكرار لقصف المناطق الأذربيجانية من خارج مناطق الصراع إذن مدينة غنجة التي كانت تعرضت إلى قصف بالصواريخ بعضها محمل بقنابل عنقودية أمس تتعرض في هذه الأثناء إلى هجمات بالصواريخ من قبل القوات الأرمينية بالعودة إلى هذا المكان في مينغاتشفير حيث أنا موجود عدنا قبل قليل من محطة التوليد الهيدرو كهربائية التي تم استهدافها أمس بصواريخ سمرش روسية الصنع أيضا من الأراضي الواقعة ضمن نطاق جمهورية أرمينيا عيننا أحد الصواريخ الذي لم ينفجر قبل أن يطلب منه الخروج لأن هناك فرقة تقوم بتفكيكه هذا الصاروخ دائرة انفجاره خمسمائة متر في حال انفجر إضافة إلى انفجاره يسبب حفرة بعمق خمسة وعشرين مترا المهم في هذا الموضوع أن القيادة في ياريفان دأبت وعلى مدى ثلاثين عاما من خلال تصريحات موثقة على التهديد بضرب ليس فقط محطة التوليد الهيدروكهربائية هذه وإنما السد والخزان الذي تعتمد عليه وهو يعتبر أكبر خزان في منطقة القوقاز كله بساعة ستمائة مليار متر مكعب من المياه ويمتد على مساحة ستمائة كيلو متر مربع أي تقريبا بحسب ما أفادت وزارة الدفاع بحجم أو يفوق حجم مدينة أو العاصمة الإسبانية مدريد تفجير هذا الخزان واستهدافه يعني بالنسبة للوقائع مأساة أو كارثة إنسانية تتعلق بالمدنيين في كل وسط أذربيجان لأن تفجير هذا الخزان في حال حدثة سوف يغرق هذه المناطق فضلا عن أضرار كبيرة سوف يلحقها بالمجتمعات التي تسكن هنا وبالسكان المحليين إذن القيادة في ريفان التي دابت على هذا التهديد نفذته بالفعل من خلال قصف هذه المدينة التي تعتبر رابع مدينة من حيث الحجم في أذربيجان وتعتبر أيضا مدينة صناعية وتبعد نحو ثلاثمائة وخمسين كيلو مترا عن باكو ومائة كيلو متر عن خط التماس إذن القوات الأذربيجانية أيضا التي تواصل في هذه الأثناء وواصلت أيضا خلال الساعات السابقة وخلال يوم أمس قصف المدن في خارج نطاق الصراع تعمد أيضا إلى قصف جميع المناطق المأهولة بالسكان المتاخمة لخطوط التماس هي تقصف ترتار وأقدام وبلقان وغيرها وبحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية فقد رصدت محطات الرادار العسكرية التابعة للجيش الأذربيجاني انطلاق هذه الصواريخ من الأراضي الأرمينية وابثت صورا عن ذلك إذن هذه المناطق كلها الآن وبحسب ما هددت به القيادة قيادة القوات الأرمينية تتعرض إلى قصف يستهدف بشكل أساسي المنشآت المدنية والمدنيين ترجمة نانسي قنقر